اشتركوا في القناة قد تنفجر في أي لحظة ومن واجبنا أن نستغل هذا المأزق إذا كانت بريطانيا بمأزق يا صاحب الجلالة فمن الحكمة أن نقف إلى جانب بريطانيا لأن نطق عليها النار المستقبل مع بريطانيا شي غريب أنا استدعتك حتى أتحدث معاك باعتبارك من رجال العراق لا باعتبارك من رجال بريطانيا أنا من رجالات العراق فعلا جلالة الملك كنت جندي من جنل الثورة العربية وقتلت قتلت تحت راية المغفور لوالدكم مواقف الماضي لا يمكن أن تشفع المواقف الحاضر حفظ صاحب الجلالة هذا موقف شخصي أنا أتكلم الآن باعتباري رئيس لوزارة تتمتع بأغلبية نيابية ساحقة حريص على كيان المملكة ومستقبل البلاد الأغلبية نيابية ساحقة مجرد مهزلة رؤساء الوزارات أساتذة تزوير الانتخابات وتزييف إرادة الشعب ولن يتكرر هذا في عهدي أبدا الملك يجب أن يخلع سابيترسون يجب أن يخلع حتى وإذا اقتضل أمر القيام بإنزال عسكري في العراق كي إنزال عسكري ساحقة فالقامة نعم إذا كنا نحن بإنزال عسكري في العراق وإذا تكون ألمانيا بإنزال عسكري في فالونيا واحدة بواحدة إذن أنا مضطر قبل مستقالة وخلي الملك يعين وزير متطرف مثله ساحب الفخامة فرجل معنك وخبير ساحب الفخامة فالتانيا لا تريد في طاقة المشاكل في هذه المنطقة الآن وماذا عن مشاكل الملك استعادة السفير مشاكل الملك سوف تقالج بحزم هذه المرة اشتركوا في القناة موسيقى وقدما ساحب الجلالة كان ألغى الألقاب كلها أخشى لا يكتفي بهذا مستر بوزول أخشى أن يلغي حاملة الألقاب أيضا الأمور هذه تماماً أحشى لكنني صراحة أخاف من هذا الهدوم لأنني أعرف بأن الملك لا يحب الهدوم أخوة مسنوه الأمين أرجو أن لا تقدر من هذا الرأي في ساحب الجلالة أنا الأغرب من الأراغ الصائبة مستر بوزول الأراغ لن يعرف الهدوء أبداً ما دامت السياسات المتطرفة هي التي تخرج مصيرها أتمنى لو كان هذا رئيس صاحب الجلالة أيضاً أنا شخصياً أتمنى أكثر من هذا دكتور سندرس وأتمنى لو كان صاحب الجلالة الشخص بإسمه الأمير شكراً مستر بوزول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر بعيد الحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 السؤال يوجه لكم سير بيترسون انتم جعلتم من السلاح القاضي الوحيد في هذا العالم ومن لا سلاح له لا حق لها انت تعلم يا صاحب الجلالة ان تتعلم يا صاحب الجلالة ان بريطانيا منزمة بالدفاع عن الراك اشتركوا في القناة 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 شكرا جزيلا لزمو الامير ترجمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر